السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات اليوم إن شاء الله سأتكلم أو سأقدم لكم وصفات من أنجح الوصفات لتطويل الشار في وقت سريع جدا وباستخدام هذا المكون العجيب وهو زيت الزيتون بالنسبة لليوم سأقدم قلت مجموعة من الوصفات المجربة خاصة بعض الوصفات التي قدمتها من قبل واختصرتها لكم في هذا الفيديو وبعد تجربة المتابعين يعني من خلال التعليقات صدقوني أعطت نتائج سريعة جدا وإيجابية في إطالة الشار في وقت سريع جدا قلت باستخدام المكون الرئيسي وهو زيت الزيتون قبل ما أبدأ في طريقة تعمل هذه الوصفات أتمنى منكم أحبائي لايك وشير الفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة سنبدأ بأول وصفة بالنسبة لهذه الوصفة تعمل على إطالة الشار في وقت سريع جدا بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت أيضا هذه الوصفة أو هذا العبارة عن كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشار صدقوني كل من جرب هذه الوصفة شكر فيها وقال أنها أعطت نتائج إيجابية جدا سنحتاج قلت إلى المكون الرئيس الأول وهو زيت الزيتون أيضا بعد هذه الوصفة سأقدم لكم مجموعة من الوصفات الأخرى أيضا الرائعة في إطالة الشار بسرعة نحتاج في هذه الوصفة إلى حبة بيض بيضة واحدة أي نوع من البيض متوفر في البيض جربوا هذه الوصفة وستلاحظون النتيجة من أول استعمال بالنسبة لناس الذين عندهم شعر كثيف أو طويل ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير بالنسبة لبيضة واحدة سنضيف من أربع حتى خمس ملاعق من زيت الزيتون ونخلط المكونات أو المكونين جيدا مع بعض بهذه الطريقة هناك إضافات أخرى إذا توفرت ممكن أننا نضيفها لهذه الوصفة تعطيها مفعول أقوى أول إضافة وهي عسل النحل إذا توفر عندنا عسل النحل ممكن نضيف ملعقة من عسل النحل إذا لم يتوفر نستعمل البيض والزيت الزيتون فقط أيضا إذا توفر عندنا جال الصبار ممكن أيضا نضيف ملعقة من جال الصبار بالنسبة لهذه الوصفة نقوم باستعمالها قبل غسل الشعر نوزع الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلفه ونتركه نغطيه نتركه على الأقل ساعة ممكن أنا نسوقه أكثر من ساعة ثم نقوم بغسله هذه الوصفة الأولى نكرر هذه الوصفة من مرتين حتى ممكن ثلاث مرات بالأسبوع أما الوصفة الأخرى أو الوصفات الأخرى ممكن نستعمل فيها أوراق السدر أو إكليل الجبل ممكن أيضا إذا توفر المكونين مع بعض نستعمل الأوراق السدر مع إكليل الجبل مع بعض نطحن جيدا بودرة ناعمة نأخذ ملعقة أو ملعقتين كبيرتين على كوب من زيت الزيتون نأخذ كوب من زيت الزيتون نضيف له ملعقة كبيرة من ملعقتين كبيرتين من أحد المكونين ونغلق العلبة الزجاجية جيدا ونتركها مدة أسبوع ثم نقوم باستعمال هذه الوصفة كحمام زيتي للشعر يعني نوزع كمية من هذا الزيت ونلف ونغطي الشعر بفوطة مبللة بماء دافئ نترك الزيت على الشعر من ساعة حتى ساعتين ثم نقوم بغسله ونكرر هذه الوصفة كل ما استطعنا يعني مفعولها رائع جدا في إطالة الشعر صدقوني عن تجربة وعن تجربة الكثير من الناس هذه هي الوصفات لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات اليوم إن شاء الله سأتكلم أو سأقدم لكم وصفات من أنجح الوصفات لتطويل الشعر في وقت سريع جدا وباستخدام هذا المكون العجيب وهو زيت الزيتون بالنسبة لليوم سأقدم قلت مجموعة من الوصفات المجربة خاصة بعض الوصفات التي قدمتها من قبل اختصرتها لكم في هذا الفيديو وبعد تجربة المتابعين من خلال التعليقات صدقوني أعطت نتائج سريعة جدا وإيجابية في إطالة الشعر في وقت سريع جدا قلت باستخدام المكون الرئيسي وهو زيت الزيتون قبل ما أبدأ في طريقة تعمل هذه الوصفات أتمنى منكم أحبائي لايك وشير الفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة سنبدأ أول بأول وصفة بالنسبة لهذه الوصفة تعمل على إطالة الشعر في وقت سريع جدا بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت أيضا هذه الوصفة أو هذا العبارة عن كيراتين طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر صدقوني كل من جرب هذه الوصفة شكر فيها وقال أنها أعطت نتائج إيجابية جدا سنحتاج قلت إلى المكون الرئيس الأول وهو زيت الزيتون أيضا بعد هذه الوصفة سأقدم لكم مجموعة من الوصفات الأخرى أيضا الرائعة في إطالة الشعر بسرعة نحتاج في هذه الوصفة إلى حبة بيض بيضة واحدة أي نوع من البيض متوفر في البيض جربوا هذه الوصفة وستلاحظون النتيجة من أول استعمال بالنسبة للناس الذين عندهم شعر كثيف أو طويل ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير بالنسبة لبيضة واحدة سنضيف من أربع حتى خمس ملاعق من زيت الزيتون ونخلط المكونات أو المكونات جيدا مع بعض بهذه الطريقة هناك إضافات أخرى إذا توفرت ممكن أننا نضيفها لهذه الوصفة عسل النحل إذا توفر عندنا عسل النحل ممكن نضيف ملعقة من عسل النحل إذا لم يتوفر نستعمل البيض والزيت السيتون أيضا إذا توفر عندنا جال الصبار ممكن أيضا نضيف ملعقة من جال الصبار بالنسبة لهذه الوصفة نقوم باستعمالها قبل غسل الشعر نوزع الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلفه ونتركه نغطيه نتركه على الأقل ساعة ممكن أننا نتركه أكثر من ساعة ثم نقوم بغسله هذه الوصفة الأولى نكرر هذه الوصفة من مرتين حتى ممكن ثلاث مرات بالأسبوع أما الوصفة الأخرى أو الوصفات الأخرى ممكن نستعمل فيها أوراق السدر أو إكليل الجبل ممكن أيضا إذا توفر المكونين مع بعض نستعمل الأوراق السدر مع إكليل الجبل نطحن جيدا بودرة ناعمة نأخذ ملعقة أو ملعقتين كبيرتين على كوب من زيت الزيتون نضيف له ملعقة كبيرة من ملعقتين كبيرتين من أحد المكونين ونغلق العلبة الزجاجية جيدا ونتركها مدة أسبوع ثم نقوم باستعمال هذه الوصفة كحمام زيتي للشعر يعني نوزع كمية من هذا الزيت ونلف ونغطي الشعر بفوطة مبللة بماء دافئ نترك الزيت على الشعر من ساعة حتى ساعتين ثم نقوم بغسله ونكرر هذه الوصفة كل ما استطعنا يعني مفعولها رائع جدا في إطالة الشعر صدقوني عن تجربة وعن تجربة الكثير من الناس هذه هي الوصفات لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة